شارك وزير البترول طارق الملة بجلسة تحت عنوان تسريع وطيرة خفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول والغاز وذلك في إطار التعهد العالمي للميثان ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 المنعاقدة حاليا في دبي خلال هذه الجلسة أكد الوزير اعتزام مصر تطوير اللوائح الداخلية الخاصة بانبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز بنهاية عام 2024 اشتركوا في القناة